صباح الأمل المشرقي بنور حضوركم معنا على الفضائية التربوية القناة التي تدخل كل بيت قناة العلم والمعرفة التي دائبت على تقديم ما يفيد الأبناء الطلاب في إطار مراجعات دائمة لوحدات الكتب سواء في الثانويات العامة بفرعيها العلم والأدبي أو المهنية بفروعها جميعها أو للتاسع الأساسي النظام القديم والحديث نقف اليوم معكم في لقاء خاص بأبنائنا في الثانوية المهنية بجميع فروعها نحاول معا أن نضيء على بعض صفحات الكتابين الأساسيين الموجودين في هذه الشهادة لمقاربة وجهات النظر بين أو التطبيقات حول أسئلة اعتاد الطالب أن يراها في سنوات سابقة في نماذج امتحانية معتمدة وذلك من خلال تسليط الضوء على المهارات الأساسية التي تستمر بأبناء الطلاب وما يمكن أن يضاف إليها في كل عام ولسيما في السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية من دروس تتعلق بالقواعد على اختلافها أو في القراءة أو المطالعة أو في الصرف أو في غير ذلك من قضايا بلاغية نحوية صرفية إملائية للإضاحة أكثر سوف نناقش بعض نصوص هذين الكتابين ويسرني أن أرحب بزميلية الكريمين الآنسة أسماء العدوي مدرسة في تربية دمشق والأستاذ طالب الطالب المدرس في تربية دمشق أيضا أهلا وسهلا بكم في هذه اللقاءات المتكررة ومشكورة وزارة التربية ومنثرة بمدرية التوجيه ومدرية الفضائية التربوية أنها دائما تلبي احتياجها لأبناء الطلاب وكان هناك دائما إلحاء حول دعم الندوات الخاصة بالتعليم المهني فكانت الاستجابة سريعة بتخصيص هذه الندوات تم عرض محتويات من الكتابين في ندوات سابقة بالأمس وقفنا على تقنية التعبير أيضا نتيجة اتصالات من أبناء الطلاب لتخصيصها حول تسليط الضوء بشكل أكبر على موضوع التعبير والأسيمة الوظيفية منها اليوم نحاول كمحاولة لتطبيق مهارات أساسية على محتوى كتاب معين يعني قد نتناول في الثانوية التجارية ما يتعلق بالقضية الفلسطينية لدينا أكثر من نص أو مع الأستاذ طالب نعود في كتاب الثانوية الصناعية إلى يعني ما يعرف الأدب القديم سواء يعني الجاهلي أو مع بدايات العصر صدر الإسلام أو العصر الأموي يعني بالبعض الحال تم اختيار بشكل عشوائي تم اختيار نصوص مثلا من الأدب الحديث لا يهم دائما النص بقدر أن نقوم بتطبيق مهارات يعتاد الطالب أن يطبقها على نص فتستمر معه لأي نص آخر تصبح مسألة مهارية وليست حفظية مرتبطة بنص دون غيره من نصوص الكتاب آنسة أسماء تفضلي ماذا يمكن أن نبدأ أصدر الله صباحك وصباح جميع الطلاب سنتناول إن شاء الله في هذه الندوة أدب القضية الفلسطينية وهو محور هام جدا ليس فقط في التعليم التجاري وإنما في جميع المناهج أولة الوزارة لهذا يعني هنا نقصد أنه مهم من ناحية قضية العراض أجل أجل ليس كقضية درسية كل الكتاب مهم طبعا كل كتاب مهم ولكن كقضية القرن القضية الدرسية مع أن البارحة كان ذكرى النكبة في الخامس عشر من أيار عام 48 و900 و1000 بالنسبة لأدب القضية الفلسطينية لدينا في كتاب الثالث سنة والتجاري أربع قصائد لأربع شعراء كنا قد تناولنا بالقسم الأول من الكتاب تقسيمات حسب العصور من العصر الجاهلي فالأموي فالعباسي أما في القسم الآخر فحسب المحاور لدينا محور الأدب القضية الفلسطينية لدينا أربع شعراء من شعراء المقاومة الفلسطينية الشعر عبد الرحيم محمود سميح القاسم يوسف الخطيب وعبد الكريم الكرمي أيضا بالنسبة لأدب القضية الفلسطينية أنا أعتبره أدب سهل وسلس لأن أنا أستطيع أن أضع صفات عامة وشاملة لكل القصائد أدرسها دراسة شاملة ثم أخصص لكل قصيدة أمور وصفات تتعلق بها نعم طبعا بأدب القضية الفلسطينية يجب أن ننتبه إلى مسألة النصها قبل النكبة وبعد النكبة لدينا تقسيمات بالنسبة للأدب القضية في الثالث الثاني والتجاري قبل النكبة وبعد النكبة لكل مرحلة سمات محددة يجب أن ينم بها الطالب لأنها ستضيء على القصيدة وستعمق فهمه للقصيدة قصيدتنا الأولى هي لشاعر عبد الرحيم محمود هو شاعر من قرية عنبطة في قضاءة الكرم سمي أو لقب بالشهيد لأنه كان يتمنى ويتشهى الشهادة ونال شرفها في معركة الشجرة عام 48 وتسعمائة وألف هذا النص هو النص الوحيد من أدب قبل النكبة ما تبقى النصوص هي بعد النكبة نعم إذا أردنا أن نضيء حول هذا النص بشكل مباشر هذا النص الذي يقول فيه سأحمل روحي على راحتي وألق بها في مها والرداء فإما حياتهم تصروا صديق وإما ماتهم وهذا في الثالث ثانوي العام في درس المطالعة الدكتورة رجاح العطار أدب القضاء الوطنية والقومية تم الاستشهاد به بأنه من من ربط الممارسة الفعلية الممارسة الثورية ربط القول بالفعل كما يقال هذا قلت بأن المناهج كلها تمت بالقضية الفلسطينية بدأ الشاعر عبد الرحيم محمود لأنه سينزر نفسه وروحه من أجل الوطن فإما أن يحيا حياة كريمة مشرفة تليق بإنسانيته وإما أن يموت شهيدا هذه الميتة التي تغيظ الأعداء وتقهرهم فأي إنسان شريف في هذه الدنيا يجب أن يكون نصب عينيه هدفا إما الشهادة أو النصر فحيث قال سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مها والردى فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدى ونفس الشريف لها غايتان يرود المنايا ونيل المنا بعد ذلك تحدث الشاعر عبد الرحيم عن أن مقتله ومسرعه هو قريب يراه قريما ولكنه لا يخاف ولا يهاب منه وإنما يغذ إليه الخطة يسرع كينال شراف الشهادة لأنها ليست مجرد هدف بالنسبة له وإنما هي الهدف الأساسي والأسمى لديه فيقول لعمرك أني أرى مصرعي ولكن أغذ إليه الخطى أرى مقتلي دون حق السليب ودون بلادي هو المتغى بعد ذلك ينتقل الشاعر إلى أن ما يطربه فعلا ليس الأهازيج والأغاني وإنما صليل السيوف في ساحات المعارك ورؤية الدماء تسيل في أرضها فيقول يلذ لأذني سماع الصليل ويبهج نفسي مسيل الدماء ينتقل الشاعر إلى صورة جمالية وهي رؤيته قد استشهد يعني يتخيل الشهادة يتمثل حلاوة الشهادة فيرق أن جسده قد سرع فوق سفوح الوطن يتخيل أن الوحوش الضارية وطيور السماء تنهش من هذا الجسد وأقول هنا لطلبة لأنه في كل سنة يقول طلبة أنه دموي أو عنيف ولا يعني المسألة هنا ليست مسألة دموية أو عنف وإنما يعني عشق للشهادة يعني أنه لا يهب الموت ويريد أن يركز على مسألة أن الموت هو ليس مخيف وإنما هو لذيذ في سميل الوطن كل إنسان سلب حقه أجل بالطبع فهو إذن لا يمثل هذا اعتداء على الآخر هو لا يريد أن يرى ربما دماء الآخر وهو يريد أن تسيل دماؤه على أرض بتسقي تراب الوطن وطنه السليب الذي حرم منه وطرد بفعل وحشية الصهاينة وما قام به ما جره الاستعمار الحديث من تمكين الصهاينة من خلال وعد الفور المزعوم الذي وصب أنه وعد من لا يملك لمن لا يستحق صح تمام فقال وجسم تجندل ويقصد جسمه وجسم تجندل فوق الهداء بتناوشه جارحات الفلا فمنه نصيب لطير السماء ومنه نصيب لأسد الشراء بعد ذلك يتحدث بأن دمه قد انتزج بتراب الوطن وأن مسك الشهادة وعطرها قد ضمخ نسمات الوطن فيقول كسى دمه الأرض بالأرجواني وأثقل بالعطري ريح الصبا وفي نهاية أو في ختام القصيدة يتحدث عن نيله الشهادة والخلود في الجنان حيث الشهداء هناك لا يموتون وإنما يرزقون عند ربهم فيقول ونعم ليحلم خلم الخلود ويهنم فيه بأحلى الرؤى هذه يعني إضاءة حول أفكار التي تناولها ما يحدث في المستقبل وما حدث معه فعلا نتوقف الآن عند هذه الإضاءة الفكرية ننتقل لجانب الآخر من هذه الثانوية يعني من قسم الصناعي ثم نعود نطبق فنيا ما أمكن مستفيدنا من نماذج وجدول توصيف سابقة الأستاذ طالب أسعد الله صباحكم وصباح أبنائنا الطلاب حقيقة في كتاب الصناعي لا يوجد تبويب بمعنى التبويب لها إنما رضعت النصوص لكن بحسب ترتيب زمني بدأت في العصر الجاهي ثم الإسلامي وبعده الأمي وهكذا وصلنا إلى العصر كما أسلقنا في ندوات سابق النص الذي سأضيع عليه في هذه الدقائق هو نص من الشعر الجاهلي وأثرت أن أصلت الضوء على هذا النص لما يجد فيه الطلاب من صعوبة فيه ربما فهم بعض معاني بيات الشعر الجاهلي وبخاصة يعني أنه شعر بعيد زمنيا عنه النص الذي بين أيدينا بعنوان قم العيال للشعر الشنفرة والشعر الشنفرة قيل اسمه ثابت بن أوس الأزدي وقيل بل هو لقب ويعني عظيم الشفة وعلى كلين فهو شاعر جاهلي صلوك عداء فاتك كان عرف بالقتل فهو يعني يعني انخنعه من قيم القبيلة وثار تمرد على المجتمع وبالتالي أباح لنفسه أن يقلل من شاء متى شاء في أي مكان شاء وبذلك قتل قاتل والده في ميناء بين الحجيج وقيل أنه قتل 99 شخصا إلى آخرين الآن في هذا النص بين يدينا قسمه الشاعر إلى قسمين في القسم الأول تحدث عن زوجته أم عمر أو أميمة التي رحلت حتى دون أن تودع جيرانها الذين أحبوها واستعرض صفاتها استعرض صفاتها في هذا القسم فقال ألا أم عمر أجمعت فاستقلت أي اتخذت قرارها بالرحيل وما ودعت جيرانها اذ تولت أي رحلت دون أن تودع جيرانها لقد أعجبني لا سقوطا قناعها فهي حيية عفة لا تتلفت يمنة ويسرى مما يثير يعني الريبة حولها فتحافظ على سترها وحجاب إذا ما مشت ولا بذات تلفت أي لا تكثر التلفتنا ونقبل تبشي بحياء وخجل تبيت بعيد النوم تهدي غبوقها والغبوق هو شراب المساء لجراتها إذا ما الهدية قلت إذا في البيت الثاني هناك حياء زوجات والآن يتعرض عن كرمها فهي تقدم الطعام والشراب لجيرانها عندما يقل الزاد أي في زان الجذب والقحط عندما لا يجد الناس بشيء هي تجود على جيرانها ثم يقول تحل بمن جات من لوم بيتها إذا ما بيوت بالمذمة حلت وهنا البيت فيه كناية كناية عن نسبة إذ نسب العفاف إلى بيتها فإذا كان البيت عفيفا فمن باب أولى أن تكون ساكنة البيت عفيفة فإذا تحل بمن جات من لوم إذ هي بعيدة عن اللوم بيتها بعيدة عن اللوم في الحين أن الشبهة تتحوب حول بيوت أخرى وتفوح منها يعني رائحة المذمة وقيل المذلة أمية لا يغزي نثاها حليلها النثة هنا الحديث وهي ليست كعادة النساء اللواتي يعني يصدعن رؤوس الرجال بالأحاديث الجانبية هنا وهناك وما حل معها في صحابة يوميا إنما تستقبل زوجها وهنا يشير إلى يعني صلاحها وحسني تبع عليا فهي لا تزعج زوجها بكثرة الحديث إذا ما إذا ذكر النسوان عفت وجلتي إذن هي لا تكثر الحديث كما تكثره النساء ثم يقول إذا هو أمسى آب قرة عينه إذا عاد زوجها إلى بيته شعر بالسعادة والسكينة والهناء في هذا البيت وجد قرة عينه بصحبة زوجته مآب السعيد لم يسل أيها ظلتي إذن هو لا يسألها أين أو كيف أنضت صحابة يومي لأنه يعرف أنها لا تغير بيتها بل تمضي وقتها في العمل في البيت ثم يتقل إذن هذه استعرضا مجموعة من الصفات يقول الأصمعين هذه الأبيات أحسن ما قيل في خفر النساء وعفتهم أجمل ما ذكروا في حياة هذه المؤشر كما قلت جاهلي والجاهليون يعني لديهم الكثير من الأخلاق والقيم كالمروءة والعفاف والخلق وإلى آخره الآن ينتقل إلى القسم الثاني وهو في وصف أم العيال لكن بطريقة أخرى يرى بعض الدارسين أن أم العيال هذه التي ذكرها وأراد بها خاله تأبط شرا إنما أراد أن يرسم صورة لزوجته أيضا فبإضافة إلى يعني صورتها الأولى في العفة والحياة والكرم هي مدبرة ذات تدبير اقتصادي وحسن سياسة لبيته الآن عندما أراد أن يثأر الشنفر لزوجه يعني عفوا لوالده جمع حوله مجموعة من الصعليك على رأسهم خاله تأبط شرا وذهبوا في غزات للأخذ بالثار الآن في غزاتهم تولى أمرهم خاله تأبط شرا وسماه أم العيال والعرب تسمي من يقوم على القوم وأطعامهم تسميه أو رأس القوم تسميه أم فقصد بأم العيال قاله تأبط شرا فيقول أم عيال قد شهدت تقوتهم إذا أطعمت أو تحتوا أقلت أي أطعمتهم باقتصاد فإذن السياسة الاقتصادية السليمة هي أن توزع أو أن وزع الطعام على هؤلاء الأشخاص بكميات قليلة حتى لا ينفد الطعام ويقع في جوع فيما إذا طارت غزاتهم فإذن هذه السياسة التخاف علينا العيل الفقر أو الجوع إن هي أكثرت من الطعام ونحن جاء عن أي آل تألت يعني ما أعجب ما أجمل هذه السياسة التي اتبعت تقسيم الطعام على أيام القادمة مصالكة لا يقصر الستر دونها ولا ترتجى للبيت إن لم تبيتي هي امرأة من الصالك لا تخفي ما تقوم به عن أولادها إنما تخبرهم بكل ما يحصل معها ولا ترتجي البيت يعني لا تمكث في البيت إلا برغبتها وقرارها ولا تغيره إلا بقرار منها وأمرها يعني تطلع عليه أبناء وهذا من حسن السياسة أخيرا اتقل إلى اتفاع عن أبنائها فقال إذا فزعوا طارت بأبيض صار إذا أصابهم يعني الخوف أو الهلاء أو إذا ما تعرضوا لخطر فإنها تدافع عنهم بأبيض سيف صارم قاطع ورامت بما في جفرها وجفر الكنانة ثم سلتي يعني تدافع عنهم بسهامها ورماه حتى إذا ما نفدت استلت سيفها وواجهت أعداء أبنائها بسيفها فإذا نقل الشاعر لنا هنا صورتين وكلاهما يرى بعض الدارس أن صورتين لزوجة الشاعر الأولى في أخلاقها وحسن تبعولها والقسم الآخر هو في تصوير سياستها وحسن تدبيرها لكن المرأة في ذلك العصر لا يمكن أن تكون في هذا المكان فخلع هذه الصورة على خاله وأراد أن يقول إن زوجته في سياستها كسياست خاله عندما تولى أمرهم في غزاتهم أو العكس أن سياست خاله في توليه أمرهم تشبه في إدارة طبعا الأستاذ نحن الآن نعلم أن هناك أهداف قيامية كانت موجودة في ذهن المدرس في المناهج القديمة يحاول أن يتحرها أو يتقص وجودها مع طلابه طريقة مباشرة وغير مباشرة الآن في المناهج المطور أصبح هناك سؤال واضح لذلك نقول نحن نعرض الأمر من وجه نظر الشاعر ومن وجه نظر العصر سواء كنا نتحدث هنا عن الدماء في نص مع الآنسة أسماء أو في القضايا الجاهلية موقف الشاعر والمرأة نظرة للمرأة أنها كثيرة الكلام أو غير ذلك كي لا يحسب هذا الكلام علينا فالقيم دائما هي القيم هديات السلوك فهي رفض سلبي أو قول ما هو إيجابي تقدير إيجابي ورفض السلبي فنحن إذا نعرض قيم العصر من أجل تعزيز ما هو إيجابي ورفض ما هو سلبي تمام يعني كي لا يقال أننا نتمنى وجه نظر أن النساء يصدرون بأسر رجال في الأحاديث وتماما نعرض وجه نظر الشاعر وجه نظر العصر ونأخذ نقبل منه ما كان يعني يتماشى مع أخلاق العصر يعني أي من مننا يرفض بفرق قول عن ترى أو قول وأغضو طرفي ما بدت لجارتي حتى وارجالتي مأواها أو يعني حاطم الطائي يعني 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 جارتي قول أفلتهم تماما لا يدور جيرانه عدم وجود أستر أو الأستار أو يعني أخذ بالتدابير وصائط الحماية الكثيرة ذاتيجة أنه يراعي يعني جيرانه ويحترم حقوقهم وحرياتهم وتنتهي كما يقال يعني حريته عندما تبدأ حرية الآخرين خلقهم يعني يعني إجارة من الجاهلية حتى يومين هذا والشعر هنا يعني أشاد أو يعني أبدأ إعجابه بعدم إزعاج زوجها بالحديث يعني هذا الأمر من وجهة نظر الشعر تماما نعود نعود إلى الجانب الفني ما أمكان يعني في هذا النص مثلا بداية يجب أن نقول بأن هذا النص من أدب قبل النكبة طبعا نحن نعلم أنه لسمات قبل النكبة تختلف نوعا ما عاصمات بعد النكبة الشعر شارك في تورة ستة وثلاثين وتسعمائة وألف وقلنا استشهده في بداية النكبة في سنة ثمانية وارمعين وتسعمائة وألف هذا النص كان قبل النكبة بكثير نلاحظ من سمات أدب قبل النكبة عشق الوطن فالوطن فلسطين ذاك الوطن السريب لا بد أن يبرهن الشعر سيما أنه يعني جميع ابناء الوطن سيبرهن على حب الوطن لكن الشعر حسه مرهف فتعبيره عن حب الوطن سيكون بشكل أعمق فنلاحظ بأن حب الوطن يعني حاضر في قصيدة الشعر الشهيد إضافة إلى ذلك كره للأعداء وكيف لا يكره الأعداء وقد سلبوا أرضه وأخذوا ممتلكاته وتمجيد الشهادة وهذا ما نلحظه بشكل جلي في شعر عبد الرحيم محمود حيث أنه تشه الشهادة ليس فقط إنما مجدها وإنما عشقها عشقا حتى أنه تقمصها قبل استشهاده لهذا كان يلقب وهو حي بالشهيد أيضاً فهذه سمات قبل النكبة نستطيع أن نجزها كالآتي عشق الوطن كره الأعداء تمجيد الشهادة قبل النكبة هو النصر الوحيد الذي يجسد هذه المرحلة إذا ما تحدثنا عن المشاعر العاطفية فالمشاعر العاطفية أيضاً لها علاقة بهذه السمات فنحن نرى بأن الشاعر يعشق الوطن ويعشق فلسطين كما أنه يكره الأعداء عندما قال يغيظ العداء فهو يريد أن يموت ميتة مشرفة تقهر وتغيظ الأعداء طيب اسمحي لي أن أخذ اتصالاً المتابع ألو مع غربة أهلاً وسهلاً أهلاً بك أعفاك الله بداية نسمحونا نشكركم على الأدوات القيمة أهلاً بك والإصراحة أغنيتونا فيها شكراً لك سمحني لو سمحت توجه بسؤال الأستاذ طالب تفضل بتقلت الدورات ورد تحديد التابع يا ترى هل بالضرورة ذكر المتبوع أو لا؟ تحديد التابع أيوة طيب وإذا فيه بالإمكان سمات الألفاظ يعني شو أهم فيما ممكن نحكيها ويتأخذ عليها العلامة سمات الألفاظ طيب هل المؤسس الأخرى طيب يا ربا أنا اسمحي لي أن أجيب أنا عن القسم الأول تفضل تمام تحديد التابع هذا أخذ من درس التوابع تمام يعني سواء الصفة أو غير ذلك أليس كذلك؟ نحن يعني واضع السؤال أخذ الدرس من مادة معرفية كتلة معرفية موجودة تحت مسمى معين هذا يعود لرأي واضع السؤال يعني قد يطلب التابع قد لا يطلب التابع قد يقول مثلا من خلال دورات السابقة التي رأيناها يعني هات مثلا نعتن ومنعوتن واذكر وجهين أوجه تطابق مثلا أو هات نعتن واذكر وجهين أوجه تطابق مع منعوته يعني لاحظي السؤال قد يتغير يأتي بأكثر منصيغة لكنه ضمن محتوى معرفي معين في ذات الدرس لذلك يعني أنا أجيبك على الإصلاف فارب لا نستطيع أن نقول يطلب التابع أو لا يطلب لأن ذلك مرهونا بواضع السؤال بدرجة السؤال بحجم السؤال بحجم النموذج عموما يعني هذا الأمر يعود لقضايا يتخدم ميزانا معينة في ذهنه بتوزيع الدرجات بتوزيع المهارات بتوزيع يعني الثقال والقوى التي مواطن القوى التي يراها في هذا النموذج وفي هذا النص دون ذاك السؤال الثاني اسفضل السؤال الطالب طلبت سمات الألفاظ حقيقة كثيرا ما يسأل الطلاب عن سمات الألفاظ وهي يعني يمكن أن نجميلها في مجموعة من السمات أبرزها ربما تختلف من عصر إلى آخر أبرزها للجزالة اللفظية ولكل سمة يعني مقابل فالجزالة يقابلها الرقة رقة الألفاظ وهناك الألفاظ السهلة المأنوسة يقابلها الألفاظ الوعرة أو الصعبة هناك الألفاظ المعبرة عن المعنى الموحية إذن المناسبة لعصر الشاعر أو المتعلقة بالبيئة الصحراوية البدوية أو المتعلقة بالمغروث الإسلامي أو ما شبه ذلك فأبرز السمات التي يمكن أن نجمي لها للألفاظ الجزالة أو السهولة الجزالة أو الرقة السهولة أو الصعوبة ومن ثم التعبير عن الغرض أو مناسبة المعنى والإحاء وغيره من هذه الصفات نعم نتابع أنيسة إسماء كنا نتحدث عن سمات الأدب وأيضا المشاعر العاطفية قلنا هناك شعور العشق للوطن هذا الشعور لا يأتي بشكل مباشر في هذه القصيدة وإنما نتلمسه بين السطور أو بين الأبيات الشهرية فهو يعشق الشهادة كرمى لعيون الوطن يعني ذكرنا بالأمس أن في المناهج المطورة يطلب تحديد الأدوات التي تدلت على الشعور لأبنائنا في الثانوية المهنية قد لا يطلب ولكن يمكن أن نستعين به يعني أنا أريد أن أبحث عن شعور عاطفي طبعا الشعور العاطفي يتعلق في البيت الواحد غالبا يعني العاطف تتعلق بالنصس ككل أو في المقطع أما هناك شعور عاطفي في بيت معين فيمكن للطالب أن يستفيد من أدوات التعبير يبحث عن اللفظة أو التركيب أو الصورة الذي دل على أوحى بهذا الشعور الذي يتمكن يعني يتملك شاعر يعني هو يعبر عن وجهة نظر الشاعر هناك ألفاظ قد تكون يعني تعطي شعورا مختلفا عن الشعور الذي قصده الشاعر لكنه لا يعبر عن شعور الشاعر تمام فإذا نمكن لأبناء الطلاب أن يستفيدوا من سياسة المناهج المطورة في البحث عن أدوات التعبير فيصلون إلى تحديد الشعور العاطفي الموجود في البيت تمام أجل هذه الوسائل غير مطلومة بالنسبة للطالب المهني وإنما تعينه للتوصل إلى الإجابة أو الشعور الصحيح إذا ما أردنا أن نتحدث عن المعاني فإن الشاعر قد تكأ على المعاني القدماء علما أنه شاعر حديث فعندما قال فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العذا هذا البيت يذكرنا بقول المتنبي عش عزيزا أو متوأنت كريم بين طعال القناة وخفق البنودي أيضا عندما قال عندما صور لنا كيف أن جسده قد سرع على سفوح الوطن وبأن الوحوش والطيور تنهش من هذا الجسد نتذكر قول أبي حمزة الخارجي في خطبته المشهورة عندما قال لقد رملت محاسن وجهه بالدماء وعفر جبينه بالثرى وأسرع إليه سباع الأرض وانحطت عليه طير السماء فهو يأخذ من هذه المعاني أيضا بالنسبة للمفردات نراحل أن المفردات لها علاقة بالوطن بشكل مباشر وهذا السؤال أيضا في الدورات المؤخرا أكتب كلمات تنتمي إلى مجال نراه مكررا في كل المناهج وليس فقط فممكن أن يأتي مثلا الحق المعجمي الحق المعجمي أو أكتب أربع أو خمس كلمات تنتمي إلى مجال كذا حسب القصيدة الموطات وقد يكون المجال ليس ضرور أن يكون تابع لموضوع النص قد تكون هناك الموضوع مثلا وطني أو قومي أو وجداني عاطفي مثلا فنجد ألفاظ علاقة بالطبيعة علاقة بالإنسان علاقة بأي شيء حسب أنه توظيف سؤال فأيضا نلاحظ أن بعض الألفاظ جاءت موروثة موروثة بالنسبة للطالب هي مأخوذة من القدماء نقول موروثة يعني مأخوذة من القدماء فنراه يقول لذل لأذني سماع الصليل وجعل حديث يعني الحرب تدور بأسلحة متطورة والصليل هو صوت استكال السيوف فهذا أيضا معنى مأخوذ أو موروث من القدماء المحسنات البديعية نلاحظ أن هناك محسنات بديعية موجودة ولكنها أعطت للنص جمالا ولم تأتي عبئا لأن العاطفة جياشة والعاطفة صادقة فالشعر هنا كان ينطق عن مشاعر حقيقية ولم يلتفت إلى الزخرفة اللفظية فجاءت هذه المحسنات عفو الخاطر أعطت جمالا للنص مثلا الجناس نلاحظ في البيت الأول سأحمل روحي على راحتي روحي وراحتي هنا جناس ناقص أيضا لدينا المقابلة المقابلة لطلاب الثالث الثانوي التجاري التذكير فقط بتعريفها هي عبارة عن طباقين فأكثر الطباق طبعا وكلمة ضدها أو كلمة ونفيها فالطباق الإجاب كلمة وعكسها نلاحظ أن هنا المقابلة جاءت في البيت الثاني فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدة حياة ممات تسر يغيظ الصديق العدة فهذه المقابلة أيضا أعطت جمالية للنص وكما أستفد أنها جاءت عفو الخاطر ولم تأتي بشكل متكلف أيضا إذا أردنا أيضا أن نتحدث عن مسألة الصور والتشابيع أيضا لدينا صور جميلة استخدمها الشعر وسخرها في توضيح فكرته أو مشاعره نحو وطنه ونحو حبه للشهادة فعندما قال سأحمل روحي على راحتي شبه الروح بشيء يحمل ويلقى كذلك عندما صور جسده بأنه قد سرع وتكاثرت عليه الوحوش هنا لدينا تصوير حسي أيضا عندما قال كسا دمه الأرض بالأرجوان وأثقل بالعطر الريحة الصبا هنا نوها إلى أن دماء الشهداء هي عطر ومسك قد خضبت بها نسائم الوطن هذا ما نستطيع أن نذكره حول هذه القصيدة قبل البدء بالنحي الآرابي بالعودة إلى النص الآخر في الجهة الأخرى أيضا نقف فنيا على نص الشنفرة أبدأ بداية بالمستوى الفكري فقد قسم الشاعر نصه إلى فكرتين أساسيتين أو رئيستين الفكرة الأولى الحديث عن صفات زوجته والفكرة الثانية الحديث عن حسن سياسته وتدبيرها في القسم الأول هناك مجموعة من الفكر الفرعية من مثل الحديث عن حيائها وخجلها ومن ثم الحديث عن كرمها وعن عفافها ورزانها ومن ثم إسعادها لزوجها القسم الثاني تحدث به عن حسن تدبيرها وسياستها لأبنائها وسياسة المنزل ومن ثم دفاعها عنهم هذا فيما يتعلق البنية الفكرية الآن لو انتقلنا إلى الأسلوب اللفظي وأبدأ بالألفاظ نجد أن السهمة العامة في هذا النص للألفاظ هي الجزالة اللفظية عندما نقول للجزالة اللفظية وتتم لما سألت به الطالبة قبل قليل فالجزالة هي الكلمات الجزالة التي تحمل أو تتضمن حروفا صاخبة في حروف الشدة والاستعلاء والجهر بخلاف حروف الهبس كالجيم والضاد والغين وغير هذه العرف نجد من هذه الكلمات كلمة أبيض كلمة جفر كلمة جياء أقلت مع وجود الإلقاف والتضعيف في اللام إضافة إلى الصعوبة أو اللعورة وهي صفة أقل من الجزالة وإن كان حقيقة النص جاهلي إلا أن الألفاظ قريبة إلى الفهم تضمن بعض الكلمات الصعبة في كلمة أوتحت وكلمة تألت وكلمة جفرها وإلى آخر ثم أن هذه الألفاظ معبرة عن غرض الشاعر عندما أراد أن يصف زوجته بالعفاف فحدث عن قناعها وكلمة عفت وتقوتهم في القسم الثاني وأطعمتهم فجاءت الألفاظ مناسبة لغرض الشاعر وما أراده التراكيب متينة السبك مترابطة ومثل أجمعات استقلت غلب على الجمل الأسلوب الخبري لأن الشاعر ينقل تجربته في غزاته لقد عجبتني وتبيته تحل معظم النص يعني غلب عليه الطاب الخبر ومالت الجمل إلى الطول نوعا ما الآن لو انتقلنا إلى المشاعر العاطفية نجد أن هناك شعوران تقيبا سيطراء على جو النص وهما حب الزوجة والإعجاب بها في القسم الأول وحب إن أردنا أن الوصف خالي حب خالي والإعجاب بسياسته فحب الزوجة جاء في الأبيات في القسم الأول بخاصة ببيت الثاني وحتى البيت السادس وحب خالي والإعجاب به وبإدارته في القسم الثاني لو أردنا أن نأخذ بعض التطبيقات النحوية هناك مما يتعلق في كتاب الثالث المهني هناك بحث التوابع الذي سئل عنه نجد بعض التوابع في هذا النص في البيت العاشر مثلا نجد صفة أبيض صارم فصارم صفة المنعوت أبيض وصارم نعت نجد حرف العطف كذلك في البيت العاشر حرف العطف ثم وهو يفيد التراخي في زمن مع الترتيب والتعقيب كذلك من تطبيقات جزم المضارع ونصبه نجد مضارعا مجزوما في البيت السادس لم يسل فهو مضارع مجزوما في جزمه السكون نجد بعض الصفات الممنوعة من الصفة الكلمة أبيض فيصفة على وزن أفعل ممنوعة من الصرف هذه بعض التطبيقات القواعدية إذا ما انتقلنا إلى شيء من المشتقات نجد أن المشتقات موزعة في النص فنجد في البيت التاسع كلمة مصالكة وهي اسم فاعل كما نجد أبيض صفة مشبهة ونجد كلمة صارم اسم فاعل كذلك ومآب اسم مكان في الصور البيانية نجد أن الشاعر قد أقل من استخدام الصور لأنه كان يهتم بموضوع الأساسي وهو الفتك أو غير ذلك فما أعار أهمية للصور إلا بعض الكنايات التي أكثر منها في هذا النص ربما يعود لحياته التي ربما يشو شيء من الغموض فأراد أن يتخفى وراء الكناية كما في البيت الثاني وفي البيت الثالث عفوان وكذلك في البيت الخامس وغيرها من الكنايات التي تحدث عنها الشاعر هذا يعني باختصار بعض الجوانب التي يمكن أن نضيئها في هذا النص طبعا يعني طبيعي أن يكون مسلك الشاعر بهذه الطريقة وهو شاعر صلوق وصع لك يعني هي ظاهرة اجتماعية عرف العصر الجاهلي تمرد على قيم القبيلة بسبب يعني أو دون سبب يعني أحيانا القبيلة من تقوم بخلع يعني أحد أفراد القبيلة وأحيانا يقوم الفتا هو بالتنكر لقيام قبيلته والشنفراء معروف أنه كان يعيش بين أخواله وأنه كان يتعامل معهم على أنه فرد من هذه القبيلة فعندما يفاجأ بنظرتهم إليه بأنه عبد أو مجرد إنسان دخيل على القبيلة هنا تثور في داخله نوازع يعني العصبية القبلية والاعتداد بالذات وغير ذلك فيتصع لك معتبرا أن وحوش البرية هم خير من هؤلاء الأهل وليدونكم أهلونا سيدنا عمل لسوء إلى آخر دون فيلاميتي أقيموا بني أمي صورة مطيئكم فإني إلى قوم سواكم أعملوا تماما بالانتقال إلى نص آخر آنسة اسمها لا أتقل أم نعرف بالنص لا بأس نعرف بالنص يعني نحن هنا كما نقول لا نعرف في هوية النص وإنما بتطبيقاته التي تنسحب على أكثر من النص لأن الهدف هو يعني نعني جانب الفكري فقط يختلف بالنص لآخر جانب الفكري فقط أجد تماما إذا ما أردنا تحديد بعض المشتقات الموجودة في النص فنرى اسم فاعل جارحات أيضا لدينا صفة مشبهة شريف صديق عدو أيضا لدينا اسم مكان مصرع وأيضا ممات مسيل لدينا جامل ذات وجامل معنا جامل ذات راحة أرض دم عطر ريح أما جامل المعنى فلدينا الخلود نيل المنا وأعتقد أن الطالب يعني يستطيع أن يميز بين جامل ذات وجامل معنا جامل الذات ما يدرك بإحدى الحواس الخمس وجامل المعنى يدرك بالعقل بالنسبة للأعراب سأنتقي بعض الكلمات كي يتسنى لنا الحديث عن نص آخر بعض الكلمات التي أظنها يعني أنا الطالب يجد فيها يعني ترطلت بتطبيقات الكتاب بالنسبة للكتاب التجاري يعني أو ثالث الثاني والتجاري لا يجد لدينا قواعد مباشرة وإنما تطبيقات تشمل كل المدرسة السابقة ونحن نعلم أن المهارة الإعرابية والنحوية هي مهارة تراكمية ولكن هناك بعض الكلمات التي أعتقد أنها ممكن أن تسبب صعوبة أو إشكال بالنسبة للطالب لدينا ونفس الشريف لها غايتان ورود المناية ونيل المناة كلمة ورود إعرابها بدل بعض من كل أيضا لدينا ونعم ليحلم حلم الخلود ليحلم لام لام التعليل ليحلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل ونحن نعلم أن كإعراب الجمال في هذه الحالة إعرابها صلة الموصول الحرفي لا محل لها من الإعراب أيضا لدينا ويهنأ فيه بأحلى الرؤى أحلى هي مفترض أن تكون ممنوعة من الصرف ولكن بما أنها أضيفت فازالت عنها المنعة فلا نقول بأنها ممنوعة من الصرف حتى الشاعر من الضرائر الشعرية الخمسة عشرة يجوز الشعر يصرف يجوز الشعر ما لا يجوز لغيره من ضرائر الشعرية نعم أجل هذه بعض أيضا لدينا دون مفهول فيه ذرف مكان منصوب على متنصبه الفتحة الظاهرة يلد لأذني سماعه سماعه هي فاعل ولكن مما أنها أخرت قليلا عن الفاعل أيضا ممكن أن يقف عندها الطالب فسماعه ومسيله فاعل مرفوع على مترفه الضم الظاهرة على آخره بالنسبة لإعراب الجمال طبعا الجملة الأولى التي في أي نص غالبا هي ابتدائية لمحل لها من الإعراب سأحمله هي ابتدائية أيضا لدينا جسم تجندلة تجندلة طبعا بأراب الجمال القاعدة الأساسية هي أن نربط الجملة بما قبلها قبلها فنرى مثلا هنا سبقت بنكرة وهذه النكرة ليست مبتدأة وليست أيضا اسم إنا واسم كانة فتجندلة في محل جارسفة تماما أستاذ طالب نعود إلى نص من عصر آخر إن أمكان نخرج قويلا من عصر الجاهلي في الوقت المتبقي لا أظن بقي معنا كثير من الوقت لكن بما يسمح به الوقت النص الآخر بين أيدينا هو نص بعنوان العفو المأمول للشعب كعب بن زهير وهو شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام كعب بن زهير هذا هو أصلا ابن الشاعر كان قد تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فهجاهم وتوعده النبي صلى الله عليه وسلم ثم وصل ذلك لمسامعه فخاف إلا أن إسلام أخيه بجير قربه كثيرا من الإسلام وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأبيات عندما قال أن الرسول للنور اجتضاء به خلع النبي صلى الله عليه وسلم بردته عليه فسميت القصيدة من ذلك الوقت بالبردة وهي من القصاعد المعروفة في أولى القصاعد في المدح النبوي يبدأها بمقدمة طلالية صح التعبير بانت سعاد وفقلبي اليوم متبول ومتيوم إثرها لم يفدى مكبوله يتحدث عن رحيل محبوبته السعاد وقد تكون المحبوبة مفترضة أو متخيلة كما اعتدنا دون أن تحفظ العهد ولكن قلب الشاعر ظل متعلقان بها في بيت واحد فقط اقتصر المقدم على هذا البيت ومنتقل إلى موضوعه الأساسي وقال وقلت خلوا طريقي لا أبالكم حذره قومه وأصحابه من القدوم لأنه توعده فقال قلت خلوا طريقي لا أبالكم فكل ما قدر الرحمن مفعوله هنا حكمة ونوع من المعاني الإسلامية تقسيم بالقضاء فكل ما قدر الرحمن بأنه سيذهب إلى قبل ويكون ما يكون فقدر الله نافذ ثم انتقل إلى حكمة أخرى وإلى تسليم آخر فقال كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حد باء محموله أي كل إنسان مصيره الموت مهما تقدم به العمر وهو بخلاف قول والده زهير رأيت المناية خبط عشواء من تصب تمت ومن تخطئ يعمر فيهرمي ذات يعني بعيد عن القدر والتسليم به فإذن أورد الحكمة في هذا البيت ثم بدأ يتحدث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنبئت أن رسول الله أوعدني بلغني وعيد النبي والعفو عند رسول الله إلا أني رغم هذا الوعيد آمل بعفوه وكرمه والصفح عني مهلا هذاك الذي أعطاك نافلة القرآن فيه مواعظ وتفصيل أي تمهل عليه النبي لا تستمع لأقوال الوشاة والحاسين الذين تحدثوا عني بما لم أقل فأستحرفك بالله الذي أنزل عليك هذه المعجزة العظيمة فلا تأخذني بأقوال الوشاة لا تستمع إلى أقوال هؤلاء دون أن تسمع منه ولم أذنب ولو كثرت علي الأقوال مهما قيل عني فلم أرتكب ذنبا ولم أقل ما قلت من هجاوات إذن تبرأ وهذا النوع من الاعتدار التنصل من الذنب ثم وصل إلى البيت المعروف المشهور أن الرسول لنور يستضاء به مهند مسيوف الله مسلوف فهو نور بالجهة وهو مهند أو سيف مسيوف إلا هنا تهلل وجنب صلى الله عليه وسلم وآخل عليه بردود في عصبة أي مجموعة من قريش قال قائلهم ببطل مكة لما أسلموا زولوا أي هاجروا فهذا بدأ ببدح صحابة نبي صلى الله عليه وسلم وهو الامتثال نعم الامتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسلموا وكثر الإذاع لهم أمرهم بالهجرة فأمتدوا أمره وهاجروا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف يعني عندما هاجروا ما كانوا ضعافا ولا جبناء ولا أذلاء ولا عزل إنما هاجروا عن قوة لكن هجرتهم كانت امتثالا لأمر نبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن نتيجة ضعف يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل هنا بعض الإلفاظ الصعبة يعني شبههم بالجمال بطوال القامة عظيموا الخلق بيض البشرة يعني يمشون بوقار يحميهم من الطعن والضرب وقيل قال بعض الدارس إن هذا البيت تعريض بالأنصار فقد قال المهاجرون لم يمدحنا من لم يمدح الأنصار لأنه عرض بالأنصار وصفهم بعظم الخلق فانتقل في أبيات تالية ليصف الأنصار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم فإذن البيت في مجملي هو اعتذار وطلب الصفح والعفو من النبي صلى الله عليه وسلم بالتقال نص آخر أيضا بما يسوح به الوقت ننتقل إلى نص فلسطين الحبيبة للشاعر عبد الكريم الكربي هذا النص يجسد مرحلة بعد النكبة حيث أن هناك سمات محددة لمرحلة بعد النكبة أصبح الفلسطيني مهجر وخارج فلسطين يظهر لدينا تصوير أعلام التشرد والعذاب في النصوص التي تنتمي إلى مرحلة بعد النكبة إضافة إلى حتمية العودة الشعر لم يكن فقط متأمنا بالعودة وإنما هو يعني يشعر بأنه مؤمن بالعودة ويشعر بأنها حتمية لابد من تحقيقها إضافة إلى أن الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد للعودة فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة يبدأ نصه بمخاطبة فلسطين فيقول لها فلسطين الحبيبة كيف أغفو وفي عيني أطياف العذاب يستحيل أن أنام قرير العين هانئا وأنا مبعد عنك يا محبوبتي فلسطين وأيضا يكرر ذات المعنى في البيت الثاني عندما يقول فلسطين الحبيبة كيف أحيا بعيدا عن سهولك والهداب فاستحالة العيش وهو مشرد بعيد عن الأراضي الفلسطينية يعبر الشاعر عن شوقه لفلسطين بسطوب جدا جميل حيث يطفي على المكان إنسانية فيجعل المكان يشتاق إليه عندما يقول تنادين السفوح مخضبات وفي الأفاقي أثار الخضاب فهي جبال فلسطين تناديه كي يعود إليها وهي ما عليها من أثار العذابات والقهر الصهيوني أيضا عندما يقول تنادين الجداول شاردات تسير غريبة دون اغتراب كأن الجداول أنهار فلسطين تناديه كي يعود إليها وهذا يعني يوضح لنا شدة الشوق عندما نطفي على المكان إنسانية بأنه هو الذي يشتاق إلينا هذا يعني يوصل لنا شدة الشوق لبلده فلسطين هذه الأنهار أيضا هنا اعتمد الشعر التشخيص عندما قال تسير غريبة دون اغتراب الجداول في فلسطين ما زالت في مكانها ولكنها تشعر بالغربة لفراق الأهل والأحبة عنها يتحدث بعد ذلك الشعر عبد الكريم الكرمي عن حتمية العودة عندما يقول ويسأل الرفاق ألا لقاء وهل من عودة بعد الغياب بأن فلسطين ستعود حتما عندما يقول غدا ستعود والأجيال التصغي إلى وقع الخطى عند الإياب هذا البيت يجسد حتمية العودة بشكل كبير جدا سنعود وليس فقط ذلك وإنما الأجيال ستستمعون إلى وقاع قضواتنا عند عودتنا إلى فلسطين العودة المظفرة يعني هذا الكتاب موجود هذا البيت في القراءة التمهيدية في الثالث الثانوي العام وهو يعني يتناغم مع نص الجسر محمود درويش إلا أن النص محمود درويش أوضح صعوبة العودة زحف مشه على الأقبامي أو زحفا على الأيدي نعود أجل قالوا وكان الصخر يضمر والمساء يدن تقود نعم أجل بعد ذلك يتحدث عن طريق العودة كيف سنعود إلى فلسطين وكما أستفد بأن الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد للعودة فيقول نعود مع العواصف داويات مع البرق المقدسي والشهابي وكلها إشارات وكنايات إلى الثورة وأيضا يقول مع الرايات دانية الحواشي على وهج الأسنة والحراب سنعود وشاهرين أسلحتنا في وجه العدو هنا أيضا يتكئ على الفاظ القدماء عندما يقول أسنة وحراب يعني رماح وصيوف ونحن الثائرين بكل أردن سنصهر باللضى نير الرقاب على نها ثورتان في عامة شاملة في فلسطين وننتهدى حتى يعود اللاجئون إلى ديارهم مظفرين أجلس ستعود آلاف الضحايا ضحايا الظلم تفتح كل باب أيضا في البيت الأخير يؤكد على حكمية العودة بحرف الجواب أجل ستعود آلاف الضحايا يشبه هنا اللاجئون الفلسطينيين بأنهم ضحايا الظلم سيعود إلى فلسطين من كل اتجاه ومن كل باب بفضل كفاحهم المسلح ومقاومتهم وجهادهم ضد العدو الصهيوني تماما أيضا يعني في دقيقة ماذا يمكن أن نضيف من تطبيقات أخرى إذا أرد أن نتحدث أيضا عن المشاعر العاطفية فلسطيني الحبيبة كما أسف الدكتور أيضا أحيانا طالب يعني لتسهيل المعلومة ممكن أن يتكأ على أدوات التعبير أدوات التعبير بالنسبة للثالث الثاني والتجاري يعني هم لا يعرفونها جيدا يعني الألفاظ الألفاظ أو التركيب أو الصورة فلسطيني الحبيبة عندما نشاهد كلمة الحبيبة فالشعور حتما سيكون حب لفلسطين أيضا وفي عيني أطياف العذاب العذاب هنا الألم الألم التشرد أيضا بإمكان أن نتكأ على كلمات العذاب أيضا عندما يقول غدا سنعود والأجيال وتصغي هناك أمل حتمي بالعودة إلى فلسطين بالنسبة للصور والتشابيه بشكل سريع أيضا تنادين السفوح ومخضبات وتنادين الجداول هنا تشخيص حيث أطفى على الجداول وعلى السفوح سفة إنسانية وهي المنادات فشبه السفوح بإنسان ينادي وشبه الجداول أيضا بإنسان ينادي لا يوجد لدينا استعارات بمنهج التجاري فنحن نعتمد بتوضيح هذه الصورة بأنها تشخيصا تماما إذن في الحقيقة حاولنا أن نقدم إضاءات تتوزع ما بين الفكري أو الفني يمكن أن يقاس عليها في نصوص أخرى يعني نحاول في الحلقات القادمة أن نغطي ما أمكن أن نغطيه وما لم يغطى هذا لا يعني شيء إلا أننا قمنا بإعطاء نموذج تطبيقي ينسحب على باقي التطبيقات يعني في الحقيقة الوقت دائما لا يساعدنا في عرض كل ما يمكن ما نريد أن نعرضه تماما نعيد لأبناء الطلاب يعني أننا مستمرون معهم في إطار هذه الخطة وما بعدها ستكون هناك يعني لقاءات أيضا ندوات امتحانية إن شاء الله غدا في العاشر لن نرقاء مع أبنائنا في التاسع الأساسي يعني أيضا في ندوة وضعت للمراجعة بشكل يعني لم تكن ضمن الخطة وأيضا مستمرون معكم زميلية غدا ستكون هناك لقاء أيضا متابعين في كل الكتابين في الثانوية المهنية في الصناعي أو التجاري سيكون معكم أيضا يعني زميلي الدكتور عبد الحليم اليوسف نتمنى لكم التوفيق مسبقا نتمنى لأبناء الطلاب أن متابع وأن يعني يحاولوا أي استفسار أو الاتصال يعني من خلال الأرقام التي تظهر أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية يعني الزملاء دائما وأبدا مستعدون لتلبيت احتياجات لأبناء الطلاب بكل ما يمكن أن يشغل بالهم سابقا نوصي أبناء الطلاب بعدم الاهتمام بالإجابات بقدر ما نهتم بالمهارات طريقة استخراج هذه التطبيقات من مشاعر والفاظ وفكر وغير ذلك أما الإجابات يعني لا تغنيوا لا تسمين من جوع إنما طريقة الإجابة فقط تملك المهارة تماما كل الشكر لكم زميليا الآن سأسماء العدوي والأستاذ طالب الطالب المدرساء في تربية دمشق كل شكر لطواقم وكوادر الفضائية التربوية التي تعمل بجهد متواصل ولكم من التحية أنا مصطفى الحسون أودعكم على أمن اللقاء بكم من جديد دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر